تضع مصر القضية الفلسطينية نصب عينها وعلى مدر عقود عديدة كانت هي المدفع دوماً عن حقوق الشعب الفلسطيني وصوت فلسطين في المحافل الدولية وترتبط مصر بالقضية الفلسطينية ارتباطاً دائماً وثابتاً تمليه اعتبارة الأمن القومي المصري وروابط الجغرافية والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائماً ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافية والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين فلم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية لذلك لم يتأثر ارتباط مصر العضوي بقضية فلسطين منذ عام 1948 مصر اتخذ تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسؤولين بها في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية وإيجاد سند قانوني لقيام الدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومعترف بها من الأمم المتحدة ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جداً لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بالمنطقة ولتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني بذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بقطاع غزة فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرح والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني وبهدف تحقيق الوفاق بين الفصائل المختلفة ترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة منذ عام 2002 أكدت خلالها مصر ضرورة وضع برنامج سياسي موحد بين كل الفصائل ركيزته الأساسية تخويل السلطة الفلسطينية وإجراء مفاوضات مع إسرائيل في القضايا المصيرية وعدم قيام أي فصيل من الفصائل أو السلطة الفلسطينية بالخروج عن البرنامج السياسي الموحد أو الانفراد باتخاذ القرار كانت وستظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني